العددان سبعة، تسعة أستكشف أساعد رمزي على معرفة العدد الذي يحمله كل من حازم ومرام بتلوين الخانات المناسبة أميرة تحمل العدد ستة إذن نقوم بتلوين ستة خانات حازم يحمل العدد الذي يأتي قبل رمزي وبعد أميرة مباشرة أي أنه يأتي بين العددين ستة وثمانية إذن العدد الذي نبحث عنه هو العدد سبعة فنقوم بتلوين سبعة خانات رمزي يحمل العدد ثمانية نقوم إذن بتلوين ثماني خانات مرام تحمل العدد الذي يأتي مباشرة بعد رمزي أي بعد العدد ثمانية إذن العدد الذي تحمله مرام هو تسعة فنقوم بتلوين تسعة خانات أتدرب أولاً أولاً يقود الرجل تسعة جمال ألوين بالبني الجمل السابع وأكتب سبعة تحته بالأصفر الجمل التاسع وأكتب تسعة تحته ثانياً أقرأ العدد وأكمل رسم العناصر تسعة ستة أربعة ثلاثة ثمانية سبعة الشكل الأول يحمل العدد تسعة ولا يحتوي إلا على ستة إذن علينا استكمال العدد بإضافة ثلاثة عناصر الشكل الثاني يحتوي على اثنين والعدد المطلوب ستة لذا علينا زيادة أربعة عناصر لتأمين العدد المطلوب الشكل الثالث يحتوي على أربعة عناصر ويستوفي العدد المطلوب الشكل الرابع به عنصر وحيد والعدد المطلوب ثلاثة لذلك يجب استكمال عنصرين إضافيين للحصول على العدد الكامل الشكل الخامس عدده ثمانية ولا يحتوي إلا على ثلاثة عناصر وينقصه خمسة أما الشكل السادس فيحتوي على أربعة عناصر ويتوجب زيادة ثلاثة لتلبية العدد المطلوب ألا وهو سبعة ثالثاً أكتب العدد نقوم بكتابة العددين سبعة وتسعة عدة مرات متتالية لحفظ شكليهما والتمكن من كتابتهما بطريقة سلسة أوظف أربط كل دعص وقت ملونة بعدد النقاط المناسب لها أرسم النقاط المناسبة لكل دعص وقت غير ملونة أقيم أرسم تسع بلونات حمراء بيد أحمد اليسرى سبع بلونات خضراء بيده اليمنى اشتركوا في القناة